عن متى أدرك رئيس أركاني الجيش المصري أننا انتصرنا؟ تحديدا يوم 9 أكتوبر 9 أكتوبر؟ 9 أكتوبر هو في 6 أكتوبر يعني رأى أن الخطة نفذت بشكل ضقيق جدا جدا والخسائر اللي هو بيرصدها حتى أقل مما توقعت الجانب المصري وحققنا الأهداف بنسبة 95% في ذلك الوقت مماش عارف يعمل لي بعد كده فتوقع أن يبقى فيه يوم 7 أكتوبر وتمانية أكتوبر لا هجوم مضاد وبالفعل حدث الهجوم المضاد لـ 8 أكتوبر وانتصر فيه الجيش المصري يصده بشكل جاي جدا وتقرر يوم 9 أكتوبر وصده الجيش المصري فأيقنا تماما أننا نقف على أرض صلبة احنا اتجزرنا في المكان اللي حررنا نقف على أرض صلبة يعني خلينا نروح لـ